الإفطار الجماعي مع الأقارب والأصدقاء من عادات رمضان الجميلة وقد تناولنا إفطارنا أمس عند أقربائنا وكانت فرصة لأريكم مكونات سفرة إفطار رمضان عند الجورجيين سأبدأ معكم من الأطباق الرئيسية أولاً الخنكالي أو ما يسمى المنتو وهو سرة العجين المحشوبة باللحم والمغلية بالماء والبهارات وهي تشبه إلى حد كبير الششبرك وهي من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها جورجيا هلأ مجمب بنحطه بالمية بيغلي لازم يفور ثلاثة أو أربع مرات ثانياً طبق الدجاج المغطس بالصوص البارد أو ما يسمى ساتسيفي وهذا المزيج أو الخليط عبارة عن جوز والثوم وملح وفلفل أسود يتم خلطه بالخلاط ومن ثم توضع قطع الدجاج الكبيرة داخل هذا الخليط ويقدم بارداً أما طبق اللحم فهو ما يسمى سوزي وهو عبارة عن مرق لحم بالخضار ويميز طعمه البهارات الجورجية أيضاً كان هناك طبق خاص من الأطباق الشهيرة في جورجيا وهو ما يسمى أتشما خاتشابوري وهو مختلف عن فطيرة الخاتشابوري العادية التي تخبز بالفرن فهو عبارة عن رقائق عجين محشوة بالجبن على شكل طبقات تغطى بالمياه ومن ثم تخبز داخل الفرن إلى أن تجف تماماً أو تحمر أي أنها تطبخ ولا تشوا فقط وطعمها لا يمكن وصفه أيضاً كان هناك طبق الدجاج بالخضروات وهو ليس من المطبخ الجورجي لكن أقرباءنا قاموا بإضافته لهذه السفرة وهو أشبه بالفهيتة دون الجبن وشهي جداً طبعاً لا تكتمل السفرة دون مقبلات وكانت المقبلات عبارة عن صلطة جورجية المشهورة بقطاعها الكبيرة ولا يضاف إليها الليمون وهذه الصلطة الجورجية وأيضاً كان هناك المخلل المنزلي الذي يتم إعداده في المنزل إضافة إلى طبق القشطة أجل القشطة لا تستغرب فالقشطة والعسل تعتبر هنا من مكملات السفرة أيضاً أما الحلويات فكانت عبارة عن طبق شعبي يدعى البيلاموشي وهو شبه طبق المهلبية لدينا ولكنه يصنع من الفواكه أيضاً كان هناك طبق حلويات شعبي مشهور جداً يدعى الميدوكي وهو من أشهر الحلويات وألدها في جورجيا خاصة في المناسبات أخيراً كان هناك كرات الكعكي بالقشطة وهي أشبه بالكبكيك لدينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بعد ذلك صلينا المغرب في جماعة ومن ثم صلينا صلاة التراويح في جماعة أيضاً يا إلهي يا ربي شكونا الحمد لله شكونا كانت هذه تفاصيل يومنا الشهي أمس صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً أتمناه لكم جميعاً وإلى أن ألقاكم في أمان الله شكراً لكم